يعني الوضع الأمني يعني أنا ذكرت وعيد يعني هالموضوع هذا أعتقد بأنه نحتاج تقييم جديد لمن يقود الأمن للقيادات الأمنية سواء وزراء أو كلاء وزراء أو هذه يعني حوادث القتل اللي حتت لسبوع الماضي يعني خلال عشرة أيام خلال نقول يعني أرقام مخيفة وأزعج شيء عندما يبرر القتل عندما يبرر القتل والله هذا عركة عشارية وهذا على مدقاء وهذا على مد ما أعرف شنو هذا ضحك عذقهم بالنتيجة هناك أرواح بشرية تزهق إذا كان محمد الشياء ملكي بالبناء ودي يحاول أن يكون فعلا رئيس عكومة خدمات ويقوموا بهذه الواجبات أكو غير ناس واجباتها تضبط الأمن أكو غير ناس واجبها تنفذ عقوبات الاعدام على القتل أو بشر القاتل بالقتل إذا ما يكون رادع حقيقي للمواطن كنا أنا أول الناس إذا ما يكون رادع حقيقي إنه بحيث نخاف نفكر عشرات المرات قبل ما نستخدم سلاحنا رح يستمر هذا الوضع أما بالنسبة للسياسيين هناك طبعا الكل تستثمر جهة معينة تقول شوف ماكوا أمن بالعراق جهة الأخرى تقول لا هذه مشاكل عشائرية وكل من يغني على ليله وكلهم يريد أن يكون إلى جانب معين في هذا الموضوع وهم رأس البلاء أنا أقول لك يا أستاذ نجم هم رأس البلاء لأنهم من أضعفوا من أضعفوا الدولة مو أقووا مو قووا الدولة لا أضعفوا الدولة من خلال الاعتراضات على كل شيء موجود في هذه الدولة كل شيء تصدر الحكومة تلقي هذا الطرف معترض وهذا الطرف يستهزئ والأدهى أنهم يتشمتون ببعض يتشمتون ببعض اليوم إحنا نجرحنا وتألمنا عندما صارت حوادث القتل لكن أكون هذه كمن الشمت وهذه كارثة كارثة أنت بدل ما تروح أنا أول ما قدمت قلت والله هي يجب يعادة تقييم القيادات الأمنية خلاص حتى لهم تعينين جديد لا يعاد تقييمهم لكن أذكرك بقصة ملفتة للنظر الحوادث التي حصلت ملفتة للنظر لكن عمليات القبض على الجنات بسرعة فائقة أو بسرعة مذهلة أو فترة زمنية أيضا كانت ملفتة للنظر ما معنى هذا أستاذ نجم أستاذ نجم الله يخليك يعني أرجوك أنا أقول عاشت إيديهم اللي يمسكون المجرمين لكن تعال ناقشني وين العمل قبل وقوع الجريمة وين العمل الاستباقي اللي يخليني أستاذ الله يخليك يا أستاذ نجم أنت اليوم تجي وإذا لقيت القبضاني عليهم ما هي الجريمة حصلت أي الجريمة حصلت ثم أكو موضوع آخر الجرائم التي لها صبغة سياسية لماذا لا يتم القبر عليها سريعا أنا ناقشت لهذا الموضوع ليش القتل للجرائم الجنائية ناقشت لهذا الموضوع ليش يتم تمام ولذلك أستاذ نعم 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 سؤال الآخر أستاذ أستاذ نجم حبيبي نعم تفضل سؤال الآخر القوات الأمنية التي تمتلك القدرة على الإنقضاض وتشخيص القاتل خلال ساعات وبنسبة عالية ليش ما تمتلك الظاهرة الاستباقية في منع الجريمة مؤهية هذا السؤال أولا هذا طبعا عمل استخباري تام عمل استخباري تام لكن العمل الآخر المهم هل أنت هل القتل دولة استسهلوا القتل استسهلوا القتل وليش استسهلوا لسبب بسيط جدا لأنه يعلمون جيدا أنه ربما يدفعون فصلا وربما يدخلون السجل لسنة أو سنتين وبعد ذلك يخرجون وليقعدوا يقتلوا من جيد زيد لكن أنت تتكلم لي على حقوق الإنسان ورئيس جمهورية موقع حقوق الإنسان أخي مو بهذا الظرف مو بظرف عندك 14 مليون قطعة سلاح 14 مليون قطعة سلاح عندنا المسؤول السياسي من يريد يهدي لك يهدي لك سلاح مسدس استاذ نجم أي يهدي لك مسدس أي هاي الثقافة اللي انتشرت هاي وين أودي المسدساني من يهدي ليا وين أودي تروح تبيع أبو مريدي إيش يسوي زين وأبو مريدي وين راح يبيع راح يبيع الغير واحد إذن هو انتشر السلاح في كل أحوال وبعض الأحيان يهدي لك أنفور بعض الأحيان يهدي لك بندقية أمريكية تسوى لك 65 ورقه زين اي زين هاي شنو باباني وين أسويها وين أتكاتل وبعدين أكو فقر أستاذ نجم ها سأخلي بيتي سلاح ونزل عليك حرامي ونت حتى إذا ضربه الحرامي هم تروح تسح قاصر زين هم تروح تبتلي أو تدفع فصل أو تدفع يعني ماكو ماكو الرادع الحقيقي